موسيقى محمد مشرف ومنور وحشني جدا. ده نورك يا كريم وربنا يا كريمك ان شاء الله ووفقك ان شاء الله. اشكرك يا كابتل الحمد. النهاردة بالزمالك الامور بدأت تبقى كويسة. تندع انا اه. انت بادل على طول. صح. اه. زمالك وحنا نبدأ بيه معاك كتل شامياك نحن نبدأ بيه. اه. الله تقول الله. نبدأ بالزمالك على طول. لا هو طبعا اولا احنا كان همنا مكسب طبعا تراتة بنت النهاردة طبعا. اه. اسامة يعني الحمد لله قدر يحقق فوزين وراء بعض. اه. اللقاء. اه. يمكن. ناحية الفنية مش هنتكلم عليها كتير جدا. لكن. انت عارف ان في الظروف طبعا صعبة. وطبعا. منون الزمالك يتعاف. بالزمال. يعني بيتعاف. يعني. وخلي بالك. يعني برضو انت النهاردة برضو. يعني خياب بعض المؤثرين جدا في الفريق. صح. طبعا بيأثر في الفريق. لكن. اه. ابتدوا اللعيبها. يعني زي ما انت بتقول بيتعافها شوية. اه. النهاردة امام كان عشور كان في الملعب. فلوس الملعب شوية اولاني كان. اه. اه. يعني. مضبط الامور شوية. وكان شكل تيم. كان كويس. تحركات. غريب. غريب امام عشور. ياه ما يديك مستوى عالي اوي. اوي. اه. ياه ما يديك مستوى قليل اوي. اه. اه. دي بتعتمد على حياتك كتير جدا. التركيمة بتاعت الفرقة نفسها. اه. يعني انت فاهم. لكن. الربع ساعة الاولانيين كان فيه تفوق. لناد الزمالك. قدر لناد الزمالك يسيطر. وقدر انه يختف الجنيه. في المطش ده يمكن. هو الكرة اللي شاطها في الجن. جابها جون. وعمل الجون. تاني. تاني. يعني. 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 فدي كان يعني ايه. اه. استاح شوية. عارف زي ما تقول. كان محتاج الجون ده. محتاج انه هو. كان باله كتين. يفوق. بالزبط. يعني. بالزبط. يعني. بالزبط. يعني. 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 هو. يعني. مميز في حتة الشوت. لكن. الحمد لله. النهاردة. لما قدر يجيب هدف. يعني. يمكن. اديته. ريحية شوية. داخل الملعب. ويتحرك شوية. وعمل شوية كويس. هو. ولقف الملعب. يعني. كان فيه. ترابط. اه. داخل مع. لكن. اه. المباراة. كلها. الواتيرة. بتاعتها. برضو. يعني. مش المستوى. اللي احنا كنا منتظرين. لكن. احنا بقول. كويس. كده. ان احنا طبعا. كسبنا. المباراة. ونتز زمالك. ده. ليحق. الفوز. وده. المطلوب. يعني. حاليا. اه. 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 طبعا. اه. المدير الفن الجديد. ان شاء الله. يمسك. الفريق. طيب. كابتن محمد. ايه. زمالك. مع كابتن وثامة نبيه. نجاح. بنسبة 100%. مرحلة انتقالية. قسيرة جدا. مباراتين. 6 نقاط. فالامور. يخشها. فريق. والدنيا مرتاحة. كابتن وثامة نبيه. عمل ايه. المباراتين دول. عشان. يعرف. يعدي. المرحلة دي. بنجاح. طبعا. الكريم. هو. اه. اول حاجة. اشتغل. مع. مع نوك. اه. كتير جدا. مع. العبنة. زمالك. لانهم. راجعين. من. هزيمة. كبيرة. جدا. مبارات الوداد. وطبعا. اه. ادر يوعد مع الاريبة. ويطللهم. اه. اه. ايدي初 Yepy Match. اكثر. اه. وكان يهم ياسم منه. اه. اه. وكان يهم Mta보 ان هو Smash. ان هو بعد مبارات الوداد. ان هو. يكسب. اه فيوتشار. وربنا اديله. وكان في اول ربع ساعة. او 20 دقيقة. كابتن مشام. دخل اتنين. اه. 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 دخل اتنين. اه. 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 دخل اتنين. اه. 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 اه ڭحل. اه. ا ربنا كرمه وكسب في دقيقة 90 المكسب ده كان حاجة كبيرة جدا للعيبة لأن الزمالك بقاله فترة ما كانش بيكسب إحصائية كبيرة جدا مع كترون 17 هدف دخلوا في فريق نات الزمالك فكان في الفترة دي ما كانش الزمالك مزبط حتى دفاعيا ولا جميعا كانت الأمور بالنسبة للعيبة كانت صعبة جدا وبدأ في الميديا وبدأ جمهور نات الزمالك يتعصب على اللعيبة لعبة 2 زمالك لكن أسامة حت المعنويات وحت أنه حط كل لعيب في مركزه يعني احنا شفنا رؤى لعب الماتش مباراة فيوتشر رؤى كان بقاله فترة ما بلعبش رجع من إصابة فبدأ يلع يديله وبدأ يدخل مع الشوت التاني في ماتش فيوتشر الشوت التاني بدأ يدخل إمام عشور فبدأ بيلعب اتنين ديفندرين النهاردة الزمالك لعب 18 دقيقة بس استحوذ وجيب الهدف الأولاني بشوتة من إمام وبعدين الهدف التاني بتمرينه من الإمام ليه زيزو اللي أنا بقوله عالمي لعب من أحسن لعبة ناد الزمالك بعد كده ناد الزمالك بدأ يستحوذ في نص الملعب من غير من غير تضيع أهداف أو من غير اللعب على الجود وحاجة عملوا حاجة غريبة كريم إن بقى الطرفين بقدر يخش الجوه إنت معاك الكرة استحواذ فبدأ زيزو يخش الجوه بدأ من شرق يخش الجوه فبدأ الزحمة بقى 12 لعيب من 6 لعبة من هنا و6 لعبة من ناد الزمالك بقى زحمة كتير جدا في نص الملعب واستحواذ من غير فرص فبالتالي بيبقى صعب أمورك كبير جدا عن ناد الزمالك وده فرصة كبيرة جدا أنا النهاردة في فرق ما طلع 2-0 وفرق ما طلع 2-1 تهور من محمود علاء ما لهاش لازمة كرة ما لهاش لازمة وبعدين الحكم إدى ديئتين وقت ضايع أنا لو فيه خبرة في ناد الزمالك في الفرق أقدر أضيع ديئتين دو محمود علاء مضغوط فيه مبالغات في انتقاده ولا هو يستحق النقد الفترة دي فاتت يعني الناس بطول الوقت تتحمل محمود علاء كل شيء رأيك إيه أنا عندي إنه هو أولا مضغوط ثانيا إنه هو أنا عاوز محمود علاء المدافع اسمه مساك أو مدافع سيبك بقى إنه أنا بقى المدافع لهداف كابتن إيشام واسيب الشق بتاع الدفاعي إنه أنا عاوز أجيب جون بقى وقت الحاجة اللي مش متزبطها في محمود علاء ومحمد عبدالغني اللي اتنين كابتن إيشام بابعرفش رقبه بابعرفش رقبه المهاجم بالدليل إنه مباراة فوتشر أنا بأحمد ربنا إنه علي مهير طلع أحمد عاطف أحمد عاطف لعب قوي جدا لعب جامد جدا كان كل كرة على الاتنين كان بتبقى خطورة فأنا بالتالي أنا بقول للمحمود علاء إلعب مدافع شرس طيب أنا أخده الكلام على محمود علاء واروح لك كابتن إيشام بقى لعبتك محمود علاء ومحمد عبدالغني محمود علاء أكثرهم يعني انتقادا طول الوقت كل الناس تنتقد محمود علاء أخطاء محمود علاء مشاكل محمود علاء محمود علاء يصلح ولا لا يصلح كلام كتير أنت تقييمك إيه الفني ومحمود علاء ومحمود عبدالغني هو بس محمود علاء هو اللعب كويس وجايد وكل حاجة بس هو يمكن الشغل معاه مش كتير المرحلة اللي عادة فيها في بطرة المنتخب وقعوده كتير يعني قاعد كتير ده أثر عليه نفسيا وأثر عليه بس من قبلها كابتن يعني قبلها ينتقد وقبلها ما كانش موجود في تشكيلة زي محمود حنيجي نقول الحجم الشغل اللي بتشتغل بي انت بتعده ازاي بتشتغل على الحتة دي معه ازاي ما هو ده النهاردة مش كل العيب لما تلاقي العيب مستوى كان عالي وتيجي ببص انه هو ابتدى مستوى يهتز ده نتيجة ايه نتيجة ان فيه نوع من انواع عدم الاهتمام باللاعب او بالجزء اللي هو المفروض انه هو يشتغل عليه كتير قوي المدافع انت عارف لازم دايما يبقى في حالة تأهب الواجبات اللي بياخدها محمود ممكن يكون من المدرب مثلا انه هو يطلع يكمل يزيد لكن يعني انا مش شايف انه بقيت علمات زي زمان مثلا ما كنا نيجي نقعد وانت بتلعب تبصي لقى المدرب خليك واقف في مكانك ما تطلعش ما تروحش ما تعملش ما تزيدش الكلام ده انت النهاردة بقيت بتلاقي المدرب اول حاجة يالله محمود اطلع انت فاهم روح الحتة الشغل والتركيزة على البوزيشن بتاعته افتكر ان في الحتة دي نقصة في التدريب جوا النادي الزماني فعشان كده انت متأثر باثنين موجودين عندك اللي مش هلينه الوينش الوحيد عشان بيلعب كتير فما فيش وقت ان هو يريح او كلام من ده فافتكر ان هو راكب الجيم لو اي واحد من اللعبة دي دايما في حالة تركيز وحالة تدريب بثقافة معينة بشغل معين باداء معين الكلام ده حيرفع مستوى ولكن انا شايف ان مفيش حتى معين خلي بالك اللي مسكين المدربين اللي مسكوا في الفترة اللي فاتت النادي الزمالك معظم بصير البكات يعني متحطا يعني بتلاقيه معظم سلوكات فين الواجب او الشغل اللي مفروض انك انت تشتغل وترفع من اداء هذا اللعب وهو لعيب كان كويس او لعيب مميز او لعيب كان بيعمل شغل كويس داخل الملعب فابتدى الناس تشوف محمود علاء فيه تغيير بيحصل طب ده نتيجة ايه انا مش عايز دايما ارمي الخطأ برضو على اللعب اللعب بينزل وبيلعب طب انت مقرستوش ليه وتيجي تقوله تعالى لا اقعد على جنب دلوقتي عشان انت مستوك في مشكلة او النهاردة اداءك مش او بقلك فترة بتغلط فانت النهاردة ما بتسلحش اخطاء وده اللي حصل النهاردة ده تاني ماتش يحصل فيه ضرب الجزاء يعني انت فاهم ومن محمود يعني انت فاهم فهي المسألة مسألة ايه مين اللي بيكله ومين اللي بيوجه هو ده المفروض اللي يحصل يبقى لازم فيه عنصر مهم وانا بقول دايما ان الفرق لازم يبقى فيها مدرب مدافع يكون على درجة عالية جدا من الثقافة التدريب علشان يقدر يقوم الخط لان انت النهاردة ممكن تحط فرقة كاملة فيها خط هجوم عالي والخط الدفاع بتاعها ممكن يبوز الفرقة دي خالص بالتمام ينيه فعشان كده بقول دايما اي فريق قوي لازم تلاقي خط دفاعه قوي يعني يكون عنده شغل بتشتغل به تقدر تزود منه لكن لانا شايفه يمكن مفيش حد او يمكن جاهز ممكن ما يكونش فيه تنبيه لمحمود علاء مبيحدش بيصلح لخطاء ليه وده طبعا تغيير المدرب طبعا ده نوع من انواع الحاجات اللي برضو بتأثر الفترة اللي فاتت احساس العقيبة برضو مهم جدا انه هو حاسس ان المدرب ده ماشي فبقاله 3-4 مطشات فمش فارق مع اذا كان العبطاء ساوي العبطاء الشام لازم انتباهية منه هو منه هو هو راجل اللي لازم يخاف ع نفسه ولازم يلعب دولي خاف ع عدد خبرات يخاف على مكانه فون طبعا اصطبع تقريبا من منتخب لا اراجعوه تقريبا موجود او كان موجود في كاس الوامل الافترة وليسه ملعبش اللعب بحاجة بسيطة يعني مفروض انه كان يلعب مكان حجازي من اللعب عبد المنع يعني انت فهمت يعني معنى كده ان فيه مفروض ان محمود يبقى عارف ان ده فيه جرس انذار ليه فلازم يبتدي يشتغل على الحتة دي ويرجعت ان يعيد حساباته مع نفسه مش عيب ان انا كان عيب كبير ان انا عيد حساباتي واشوف ايه اخطائي واشتغل عليها وابتدي اصلح من الاخطاء دي فده مهم جدا لانه هو لعب من لعب المميزين واللي قدر فعلا انه هو يشتغل ففترة من فترات كان لعب مميز جدا فعافشين كده مفتكر ان احنا ان شاء الله بإذن الله ده ده احصيات من مباراة الزمالك والجونة الاكثر طبعا كان امام عشور من الزمالك عامل السعداوي من الجونة احمد زيزو كان الاكثر تزديدا مقابل اثنين لمحمود شبراج زيزو ثلاثة احمد زيزو ثلاثة تزداد على المرمة من الثلاثة اللي شطهم واحدة الاسلام عبدالنعيم على المرمة محمود الوينش 14 استخلاص للكرة مقابل اسلام عبدالنعيم 15 سيفي الجزيري 5 كرات فقدهم ومقابل اسلام عبدالنعيم 9 ارقام زيزو كمان يا كابتن كمونة رائعة كمونة من اكتر اللاعبين اللي عندهم بقى ثباتهم بالمستوى الفرقة بتزيد الفرقة بتقل هتلاقي زيزو سابت تقريبا طبعا انا شايف ان هو من احسن لعبها في مصر لعب محترم جدا بيشتعل كويس قوي عنده فكر احترافي جامد جدا صحيح امتى يدافع وامتى يهاجم صحيح بيلعب بشراصة دايما دايما يعني انا شايف ان هو راجل هو اللي بيجر الفرقة قدام يعني انا شايف ان هو راجل مفتاح لعب كبير جدا للنادي الزمالك صح ممكن توظفه في اي مركز عنده مرونة تكتكية زي ما قلت لحضرتك لعب يتمنى اي مدر صح حاجة تانية راجل بيتمرن كويس قوي انا في النادي اعرف راجل بيتمرن كويس جدا وبيجي بادري بيشتغل برا مع معد بدني راجل حياته خلاص هو عارف ان انا راجل محترف في مصر انا النهاردة عاوز ازود نفسي عاوز ابقى رقم واحد في مصر واعتقد ان زيزو اي مدرب اتمنى صح امام عشور ادري اعود طريق حامد شوية او انت شاف انه في بعد بين الاتنين لا هو طبعا هو في يعني امام شوية يعني ميل للنحل بس هو عشان لسه سغير والعيب يعني عنده لسه حتة انه هو يرجع بسرعة ويدافعه والحتة دي بيعمل مجهود عشان يعمل اكتر شغل اكتر لكن انا اللي انا شايفه ان امام لما يبقى جنبه حد زي طارق فعلا ليه هتلاقي اه هتلاقي فيه شغل كويس طارق ينجح اي لعب جنبه يعني هو بيلعب طارق ينجح اي لعب جنبه لزه مالك بقى له سنين سنين مش بتكلم ع السنية تي سنين ما عندوش بديل لطريق حامد ما عندوش بديل لطريق حامد بديل لطريق حامد مش بتحسها ولا نعم ما فيش بديل في مصر قصدك نا بس يعني معلش مين ما انت لما هتروح عند النادي الاهلي مين هتلاقي حامد فتحي أليو ديانج عمري السلية و اكرم توفيق كل اللعبه دي في المركز واحد بيلعبه في النادي الاهلي طارق حامد بقى الزمالك جاب له محمود عبدالعزيز جاب له أشرف روقة قبلها دونجة وكل دول ما قدروش يشيلوا مع طارق حامد مش حركة لحسة ده؟ اه خلينا نتكلم يعني ولو حركة بتكلمنا على الفمصر ما انت عندك دونجة وعندك مهند لاشين وعندك أسماء تعرف تجيبه مش بس تعرف تجيبه يعني انت لو بتسألني مين قريب من طارق حامد مش بقول ان هما طارق حامد طارق حامد طبعا مالوش حل وعظيم وكل شيء بس قريبين خلينا نتكلم في فرق بين لعبين قريبين وفي فرق بين مجموعة لعيبة بتنافس بعض على البوزيشن القريب ده شيء طبيعي مفيش مشكلة كل اللعيبة قريبة لكن مين اللي بيتميز هو ده اللي بت انت لعب المنتخب ده لعيب متميز مش لعيب كويس في فرق بين لعيب متميز وفي فرق بين لعيب كويس بيختلف تماما الاداء لان اللعب لما بيجي بيلعب وبيجي بيظهر بيبقى كويس وبتيجي بتواخده المنتخب وتلاقيه اداءه في المنتخب اقل وتيجي تقول ايه الله ايه ده فتعرف ان هنا ده مش لعيب دولي في فرق بيننا لما جاء اقول لعيب كويس اه لعيب كويس مع كل اللعيبة اللي لقى بيتمي المنتخب لكن مين ثبت وجوده بالشكل كبير جدا وعشان كده احنا بنقول ايه طريق حامد ثبت وجوده مع المنتخب لو قلاب المنتخب محمود عبدالعزيز محمود عبدالعزيز طيب انا هروح بالسؤال ده بس انا عاوز اقول لعيب عشان انا لعيب تدفندر يعني طريق احطريق حامد مما جيد نادي الزمانك جاي من سموحي صح؟ صح كان موجود مين مكانه؟ ابراهام صلاح ابراهام صلاح بدأ يبع عنده دروب فطريق حامد لعب مكانه وباللعب خلي بالك الدفندر والرأس الحربة والمساك والحرس المرمى اي لا اي لعب؟ لا ما اقول لك لازم لما بتشارك اكتر بيدي له خبرة اكتر طريق حامد مما جيد نادي الزمانك قاعد وكان بيلعب ده قاعد مع مين؟ قاعد مع بريرة ما ما انا بقول لك وقاعد مع الكابتن حسام حسن لكن انا طريق حامد متمرس في الحتة دي ومش اعاطي فرصة لحد يخش مكانه فطريق حامد لأ بقى له فترة كابتن بقى له ثنين رقم واحد في نادي الزمانك في الحتة الدفندر بالدليل كان محمود عبدالعزيزك موجود معاه كان رؤى موجود معاه لكن هو بيلعب باستمرار انا كمدرب مش قاعد واحد مش قاعد واحد مستواع عالي جدا ولعب واحد تاني شحية فده اللي بيعاني منه نادي الزمانك المفروض كنت انا دخل يعني انا كنت انا تامري عبدالحامد كونا ساعد بيلعب مع بعض ساعد هو بيلعب انا في افريقيا هو بيلعب في الدول او العكس فكون بيبقى المستوى المستوى متقارج جدا انا بقولك احنا نادي الزمالك احنا ادى لطريق حامد كتير قوي في مواصلات هو يستهلها اما جينا ندور على البديل بتاعه لان البديل بتاعه مش جاهز مش جاهز طيب لسه مكملين مع حراكم بعد الفاصل حسنا الكابتن هشام والكابتن محمد عن عودة جزوالدو فريرا لنادي الزمالك تأثيرها هيكون ايه خليكم محمد موسيقى 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 دي صور زي موضحهاكم من عودة جزوالدو فريرا الى مطار الكاهرة لتواجد على رأس الجهاز الفني النادي الزمالك ثم التوجه الى استاد الكاهرة لمشاهدة مباراة الجونة والتقة وقتها الكالوس كوريش الى مدير الفني منتخبنا الوطني رأيه كيف عودت فريرة في التنشن؟ طبعاً مدرب كبير ومدرب ليه شغل قبل كده مع نادي الزمالك وطبعاً يعني مكسب دلوقتي في الوقت الراهن دلوقتي على أساس أنه طبعاً أنك انت بتحاول تنقذ ما يمكن أنقاذه بقدر الإمكان وأنه الراجل ده ممكن يقدر يشتغل على العيبة يقدر يشتغل على القماش اللي معها ويقدر بعد كده كمان يحضر لفريق آخر إن شاء الله بإذن الله أو يعني التغييرات اللي ممكن تحصل للناس الزمالك ممكن أنه عنده الفكر نقدر يغير الكلام ده كله فأنا شايف إنه هو ده يعني يمكن أنسب واحد دلوقتي في المرحلة اللي احنا فيها كمدرب أجنبي أهمية فريرة بقى أهمية عودة فريرة كابتن كامول هيعمل إيه؟ محتاج منه إيه؟ إيه المطلوب من فريرة في الفترة؟ أهميته إن الجمهور بيحبه بيأشقه وجمهور الزمالك ما بينستاش المدرب اللي بيجيبه طلال للنادي الرجل ده من فترة كبيرة قوي أيامي كابتن هشام خد دوله كاس ده ما حصلتش قبل كده حاجة تانية جمهورية زمالك واثق فيه حاجة تالتة إنه هو رجل شخص طوقة جدا بيعرف في وظف اللعيبة بكل كبيرة وكل صغيرة هو عنده تفاصيل بها عرف كابتن بيعامل إيه كمان غير توظيف اللعيبة؟ بيعلم اللعيبة طبعا طبعا يعني فيه زي ما أنت قلت كده ممكن تبقى نقصه عن دعاء محمود علاء ممكن تبقى نقصه عن دئمام طبعا طبعا ممكن تبقى نقصه حتى على فترة أنا أعتقد أنا أعتقد اللي بيعملوا مع محمود علاء الفترة الأخيرة دي معاه مش هيقدر يعمل كده الرجل ده بيحب إنه انت كل واحد يلعب في مركزه وليه متطلبات مركزه وبيحب يدافع كويس جدا خلي بالك الكرة أوروبية أو كرة في العالم لو دفعت كويس هتكسب لما دفعتش كويس مش هتكسب بالدليل أن البرازيل كان أحسن متخف في العالم وكان بيخسر عشان ما بيدفعش ما بدأ يدافع كويس البرازيل قسر الدول برشلونة خسر من بيرن عشان ما دفعش كويس خسر تمانية البرازيل نفس الموضوع لكن الرجل ده بيهتم بالحتة الدفعية كويس جدا وكل التفاصيل عنده شخصته قوية زي ما بيقول لحضرتك غير كده كمان إنه هو معاه معد بدني كويس جدا معاه محل الأداء وده حاجة بقت كويسة جدا في العالم إنه جات الدول العربية وجات مصر إنه محل الأداء وده هخلي بالك على أيامنا ما كانش فيه للموضوع ده طبعا فبيبقى عارف أنت نقصك إيه وليك إيه وتحركاتك إزاي وبتعمل إزاي هو ده راجل أنا 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 كمان دايقتي جدا لما قولك ده عنده 75 سنة أيوة إيه 75 سنة وانا جاي بجيب واحد ألعب يلعب دفندر يجري في الملعب ولا هينزل يسخن اللعيب هو راجل بيخلي فيه مساعدين بيشتغلوا وهو بيقول لهم إنت هتعملوا إيه الشغل وأي حاجة بينزل الملعب يعمل الرجل ده تفكير بيحط التشكيل وبحط اللعيب الأنسب تاهمني؟ لكن الرجل هو حابب إن هو يجي الزمالك كمان حابب إن هو يقود التجربة بمعنى الزمالك فأعتقد واللعيبة كمان وصلة لها إن الرجل ده شخصته قاوية جدا وده أهم حاجة يا كريم أي مدرب عاوز إنجح لازم يكون شخصته كويسة ويكون فاكر الطريقة اللي كان بلعب بيها مع الزمالك تفتكيرها؟ أربعة ثلاثة ثلاثة أربعة ثلاثة ثلاثة حتى كروش بلعب بنفس الموضوع؟ تناسب الفرقة دلوقتي؟ آه تناسب بالنسبة لإنت موضوع طريق حامد؟ لا ما يكون مثلا لو إنت حطت إمام عشور لو طريق حامد ملعبش مطش الوداد لا ما تحطش طريق إمام عشور يلعب نص ملعب أو ممكن لا تحط مثلا مثلا طرقة وأنا أعتقد إن الرؤى في فترة دي الرؤى ممكن ياخد آه الفترة دي رؤى هيبقى لو طريق حامد ملعبش الرؤى هياخد فرصة وهيممكن يلعب إمام عشور نحت اليمين وفتح نهات الشمال ولعب وعب شافي باكليفت وده عملها النهار دا لو تجي دوس عملها عملها وصامة نبي عملها شهد التاق أخر ربع ساعة الراجل ده بحب الحاجات دي بحبها 4-3-3 رجوع طريق حامد هيدي فرصة كبيرة جدا إن الأطراف تشتغل كويس كوروش عملها في مباراة ليبيا لو تتذكر وعمل حركة بتاعت أيمان عشرف كمان لا أنا بتكلم أول ما مسك في مباراة ليبيا لا ليبيا هناك المباراة اللي هناك اللي كسبنا 3-0 لعب فتاة في نص الملعب لعب النيني ولعب عبدالله السعيد ولعب حمد فتح لأ كان حمد فتحي 3 متالي ولا السلية وعبدالله السعيد ونيني 3 في نص الملعب بديرنا نستحوذ على نص الملعب وديرنا نحن نكسب المباراة صعبة جدا فهو الراجل بحب كده هو ما بحطش في دباغه إنه أنا ألعب بـ 2 ديفندر هو بلعب بـ 3 بـ 3 في نص الملعب عنده عنده النازة الهجومية بس برضو كل واحد بيبقى عارف هيدافع فين وهيهاجم فين صحيح كابتن هشام ياكن شرفتني ونورتني كالعادة دايما بسعت جدا بتواجدك معايا الله خليك الكريم طبعا يعني ببقى مبسوط معاك شكرا كابتن شكرا جزيلا كابتن محمد كامونة حليم بساطة جدا بتواجدك معايا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لسه مكملين مع حضراتكم بعض الفاصل لأحمد جاري ومروان شافعا نتكلم معهم كتير عن موبارات الأقلي وفينا منذ غدا خليكم معاك